بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام وعلى رسول الله المبعوث رحمة المهدى إن عرض موعدنا في السبت الجميل بيكون موعدنا مع أصحاب السعادة وإحنا أصحاب السعادة ماشيين في رحلة التمهير التمهير الزواجي إنه بقى عندنا مهارات عارفين فايدة المهارات إيه؟ فايدة المهارات إنه بتدخل على البيوت السعادة من أوسع الأبواب اللي هو إيه؟ الباب دوت اللي هو باب الاتزان وعشان كده المهارة اللي إحنا نتكلم عنها النهاردة مهارة إذا خل منها بيت بشرط إنه تكون متزنة البيت دوت ما بيكونش عمران وإزاي كهي مهارة في غاية الأهمية لكن في غاية الحساسية إحنا ملاحظين إنه إحنا كل شوية المهارات عندنا بتبقى فيها دقة وفيها حساسية بس في نفس الوقت هي مهارات لما بنفتقدها البيوت ما بتبقىش مستقرة ومش متزنة الناس اللي بتتجاوز عشان الاستقرار مش الأول خالص لازم تفهموا يعني إيه استقرار الناس اللي بتجاوز كمان عشان يكونوا كمان عايزين هدوء مش لازم تعرفوا المهارات اللي بتسبب لنا الهدوء إيه النهاردة عن كلمكم عن مهارة إذا تعملت بدقة تخلي البيت مستقر وإذا المهارة تعملت بدقة وكانت مهارة حقيقية توصل البيت إلى إيه توصل البيت كمان إلى الاتزان المهارة دي هي مهارة إيه مهارة أنا بطلق عليها مهارة الصراحة الزوجية ويجي سؤال بقى يعني إيه الصراحة ما بين الأزواج هل معناها الصدق ولا معناها أني ما خبيش أي شيء على شريك حياتي وأن من حقه يعرف كل حاجة عني ولا الصراحة بمعنى عدم اللف والدوران يعني الاستلاحة اللي بيقولوا الناس ما نحورش على بعض ولا الصراحة بمعناها أن الواحد يبقى في الحقيقة ما بيحاولش يتعامل مع شريك حياته على أنه هو يجب أن أنا أكون غامض عشان يكون هو دايما بيتعامل معايا لأ بلاش الغموض لا الصراحة مش معناها بلاش الغموض لو الصراحة أن الشخص وهو بيتكلم يكون مريء مريح ويبتعد عن الكذب والتجريح ويكون حريص دايما أنه يعطي المعلومات اللي توصل شريك الحياة إلى الأمان وإن هي تأمنه فدي الصراحة المطلوبة يعني تعالوا نقف كده يبقى إيه هي الصراحة الزوجية؟ الصراحة الزوجية إن شريك الحياة يحس وإنت بتتعامل معاه إنه هو في أمان إنه هو ما هندوش تهديد إنه هو في الحقيقة مش مضطر إنه هو يبزي المجبود بوليسي عشان يوصل لحاجة مهمة إن هي تكون معروفة في حياتكم هي دي الصراحة الزوجية لكن لو الصراحة معناها آه يبقى كده إنت دلوقتي بتدخلنا على ملف الاتزان لإن كده إحنا عرفنا معنى الصراحة وهو واضح عندنا دلوقتي إن الصراحة راحة ليه راحة؟ لإن الصراحة بتجي عني لست محتاجا إلى مجهود إضافي وخاصة ما أسميه أنا المجهود البوليسي لكي أكون في حالة راحة بس ده مع الشخص العادي الشخص الطبيعي لإن فيش أشخاص إحنا بنحذر من الزواج منهم أصلا وهو الشخص الشكاك المستبد ده بنحذر منه أصلا من الجواز منه طيب يبقى الصراحة كده فهمنا معناها الصراحة كده أهو بتوصل إنسان للراحة نعم الصراحة لا فيه غموض وفيه وضوح وفيه استقامة وفيه طيب لكن هل الصراحة معناها إن أنا بقى إنسان عاري أمام شرك حياتي؟ يعني أبقى دايما مع شرك حياتي أبقى إنسان كإني متعري قدامه؟ لا ده مش صحيح دي مش صراحة ده فشرك حياتي أنا آسف في التعبير ده ولازم نفهم كده الشرك حياتي لا يقوم بدور الإله معي الشرك حياتي مش ربنا عشان يعرف عني ما غاب عنه من أسرار لا شرك حياتي مش واجب إنه يعرف ده يعني أنا إذا كنت عملت زم في حياة الماضية لا شرك حياتي مش واجب علي مش لازم يعرف ده فمش من حق أي حد إنه يعرف عن الإنسان كل حاجة حتى أخطأه اللي في الماضي ربنا سترك فلا تفضح نفسك الكلام ده مهم على فكرة أنا بتكلم هنا الكلام ده مهم والكلام ده مش بس للشخص اللي هو الصريح كمال لشريك الحياة من حسن إسلام المرأة تركه ما لا يعنيه ما تسألش عن حاجة لا تعنيك ما تسألش فلان عنده زم ولا ما عنده زم والكلام ده للرجل والمرأة وفي الحديث كفى بالمرأة إسماً أن يحدث بكل ما سمع فالإنسان مش مطالب بأنه دايماً يكون شخص عاري يعني فيجي واحد بقى أنا عشان بس نأكد الفكرة فيجي واحد يقول ما احنا بنتعرى جسدياً آه يا سيدي ولكن الباطن الباطن ده الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم السر وأخفى هو سبحانه وتعالى اللي من حقه يطلع على أسرار الناس فيه أشياء مفيش فيها فرق ما بالرجل الست منها الصدق فمش من حق حد يسألني عن ذنوبي مش من حق حد إيه ده حتى زوجي حتى زوجي حتى زوجتي حتى زوجتي لإني لو قلتها أبقى عملت مخالفة شرعية والأسوأ من كده إن فيه حد فاهم إن الصراحة اسمها لفتضاح إن عشان أكون مع شريك حياتي صريح أفضل أتبجح وأفضح نفسي فدفخ ساعد يعملوا الرجالة فيقول للست هو كان فيه في العيلة حد متكلم عليكي مثلاً فتقول له آه كان فلان وفلان وكان بيننا حب وبعد كده حصل بعض التجاوزات لكن ما وصلش للغلط الحمد لله ولا حاجة وهو سمع وساكت فبعد ما سمع وساكت راح إيه راح في محل لقى البيع بيكلمها فالكلام جاب بعضه فقال لها أنت طالق إيه اللي حصل طب ليه كده من الكلام اللي قالته له تحت عنوان الصراحة خلاه يبص لها ويشك فيها ويحس إن هي شخصة غير مناسب وهي برضو ممكن تعمله فخة تقوله أنت بقى يا سيدي كنت خطب مين وتسيبه يحكي فهو دلوقتي بيقولها أقولك على حاجة بس أنا طبعا إحنا لازم نبقى صراحاء مع بعض فأنا أقولك كل حاجة بصراحة فيفضل يحكي لها يحكي لها يحكي لها فيإن اللي حصل فيحكي لها عن بعض الأخطاء اللي وقعت بينه وبين خطبته السابقة فأنا تقول خلاص ده خاين ده بيلعب البنات وتتفشك الخطوبة أو حتى في بعض الأحيان تطلب منه الطلاق على أهوى سبب ونزاك لازم نفرق هنا ما بين الكتب والتخبية الكتب كبيرة على فكرة لكن التخبية غير الكتب فالكتب يتعرفه شرعا هو الإخبار على خلاف الواقع إنه لما حد يسألك إيه اللي حصل تقوله حاجة ما حصلتش لكن واحد سألنا كنت فين فقالت لها إن في مكان غير المكان اللي كانت فيه ده كتب لكن لو ما بدرش وأخبر بدا ده مش كتب ما تقولش إن ده كتب لإن ده مش كتب فيه أشياء لابد إن احنا نرعيها لازم نرعي نمط الزوج ونرعي الموقف ونرعي تأثير الكلام عن النفسية تشرك الحياة ولذلك لو الزوجة عارفة إن فيه شيء بيضايق زوجها فمن حسن العشرة إنه ما تقولش الشيء ده وعشان كده فيه مجال تاني من مجالات الصراحة وهي المصالحة المادية فيه ناس بتشوف إن من حقها تكون عارفة عن شركها كل شيء يخص مرتبه أو مراسه أو رصيده في البنك أو دخله بشكل عام لكن ده مش ضروري لو كان الزوج بيقدي كل الاحتياجات اللي عندهم وهم واضحين مع بعض فيه الكلام عن مستقبلهم المالي فمش غلط إنه يبقى فيه جزء خاص لإنه ده من الأمور الخاصة في حقه محدش يطلع عليها لإنه في بعض الأحيين بعض الجالة بيبقوا عندهم جزء كده بيشلوه عشان لو حصل أزمات في البيت فيحتفظ بهذه المسألة وتكون في خصوصيته وفي نفس الوقت في المقابل هي المرأة كذلك لها زميتها المالية المستقلة اللي مش لازم تقول كل حاجة عنها ومش من حق الزوج اللي هو متكفل بالنفقة عليها إنها تفصح عن دخلها ولا تفصح كمان عن اللي ورسته وعشان كده الدراسات بتقول إن فيه أسرار عند الستات وأسرار عند الرجال فمن أهم الأسرار عند الستات ويمكن ترتيبها بيكون التالت أو الرابع هو خلافات الأهل وننفق على أهله فعشان كده دي حاجات مش لازم الزوج يعرف عنها إزاي بقى طبعاً رجالها إزاي ما تعرفش عنها يسيدي إيه اللي حصل لا تسألوا عن أشياء انتوا بتلكم تسوقكم ومن أسرار الرجالة كمان إنفق على أهله برضو لو الزوجة حاجة لزوجة عن الخلافات بين أهلها ممكن يجي هو بعد كده يقول لها انت بتقلدي مامتك أو انت عاوزاني أبقى زي باباك والكلام يبقى في البيت لمامتك زي البيت كله يمشي برأيك انت زي ما كان بيمشي برأي مامتك فلازم نفهم أن الصراحة مش مفهوم واقف لوحده كده لأنه ببعض الأحيين بيتحول إلى حب التملك الصراحة بيكون معها جملة من المفاهيم بيضحيط بيها من أولها مفهوم مثلاً الخصوصية فالصراحة ما ينفعش تنتهك الخصوصية لابد إن احنا دايماً نتعلم شيء قبل الصراحة إن الشريك حياتي ده حبيبي مش عدوه مش شخص مخيف بالنسبة لي وتعالوا هنا نقول شوية مهارة الصراحة أو المصارحة الزوجية بتبقى إيه؟ أول حاجة أول عنصر يتبني عليه المهارة دي بتتكون من خمس سلوكيات السلوك الأولاني السلوك الأولاني اللي بينشأ عليه المصارحة الزوجية أول حاجة التأكيد على المحبة يعني عشان يبقى فيه مصارحة زوجية فهو يرتاح لإني على فكرة عارف مشكلة المصارحة بيستخدمها بعض الناس إن هي للدلالة إن ما توصل للإفتضاح هو عايز يعرف الأسرار عشان يتأكد إن هو بيحب يتأكد من حبها وهي تتأكد من حب فنأكد دايماً على حبنا البعض وده معناه إن كشف الأسرار والإفتضاح لا يعني زيادة رصيد المحبة في قلب الحبيب ده شيء قرأ ده 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 ألف به طب واللي بيصارح عشان يزداد لا ده هو كل ما بيكشف عنه بيكشف عن بعض الأشياء احتمال كبير إن تتحول الأشياء دي لخصم مش إضافة يبقى أول حاجة التأكيد عن المحبة الحاجة التانية إن دايماً نكون قريبين مع بعض في الأفكار وبإننا شيء مشترك بنعمله مع بعض لإن الافتضاح بيبقى هي الأداء اللي بيحاول الشخص يقترب من بطن صاحبه ويشريك حياته طب هو لو إنه دايماً بيكلمه فرزاك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للسيدة عائشة إني لا أعلم متى تكوني عني راضية ومتى تكوني عني ساخط فلما الشخص يعبر على إنه متفهم وفاهم مش بيحتاج لده يبقى أول حاجة التعبير عن الحب تاني شيء دايماً يكون فيه أعمال مشتركة الحاجة التالتة اللي بتدعم ده الحوار الدائم لازم كل يوم يكون بيننا كلام لإنه كل ما يكون بيننا كلام كل ما إيه اللي حصل ما احتياجنا للأسرار ما بنقاش محتاجين لأسرار ما احنا بنبقى فاهمين بعض الحاجة الرابعة المهارة أو السلوك الرابع الإجابة على الأسئلة في أوقات عدم الفهم بشكل مباشر أنت كنت فين؟ أنا كنت في المكان في فلاني آخر سلوك هو أن دايماً ببساطة خالص خالص أن احنا نطمئن ونطمئن شرك الحياة على أننا دايماً مع أي تغيير في حياتنا احنا مع بعض الخمس سلوكيات دول بيخلونا دايماً في راحة وساعتها الصراحة بتتحول إلى الراحة وعشان كده مجلات الصراحة اللي بيننا بتبقى سواء في المشاعر فناخد بالنا وإحنا بنتكلم عن مشاعرنا عشان كلامنا ما يجرحش شرك الحياة نطبق بقى الخمس خطوات اللي احنا فيها فممكن الزوج يكون بيزعى من حاجة فما ينفعش إن احنا أقوله إننا ما بقيتش أحبك لا أنا لازم أقوله دايماً إن أنا بحبك فحتى الحب اللي بيزيد وينقص إيه اللي بيحصل؟ بيزيد بالخمس حاجات اللي احنا قلنا عليهم دول طب إيه الإجراءات اللي احنا نعملها عشان دائماً نزود إحساسنا بإننا احنا قريبين من بعض هي إيه الهدف من المصارحة الزواجية؟ الهدف من المصارحة الزواجية هو الأرب الأرب من بعض فخلينا طول الوقت نقول ببساطة خالص المصارحة الزواجية بتبدأ عندما نتكلم كل أسبوع عن ما كان بيننا من إحساسات غير مناسبة يعني إيه اللي حاصل؟ أصرح شيء حياتي إيه اللي أنا زعلت منه؟ بس أنا بقول ما جيش أقوله أنا زعلت منك أن أنت عملت كذا أنا كنا أقول إيه؟ أنا كنت محتاجة لما أنا كنت تعبانة إن حد يسأل علي بس فيقوله أنا آسف دي مصارحة يبقى في كل أسبوع نقول الكلام ده بس بهذه الطريقة بطريقة إيه؟ أنا كنت محتاجة مش أنت معملتش كذا يبقى دي أول خطوة الخطوة الثانية اللي إحنا محتاجين إن إحنا نعملها بشكل واضح إن بلاش الطريقة اللي غير مناسبة إن إحنا نعتبر مصارحة بس في المساوى لازم أصرح بحبي يعني لازم أعبر عن حبي كل يوم مرة قلت للناس إنه لازم أن أعبر عن حبي رقم معين ما أخلصتش لا لازم كل يوم نعبر عن حبنا بشكل واضح دالت حاجة إن إحنا نتكلم مع شريك حياتي عن المجالات اللي ممكن نشوف فيها خصوصية ونأكد على إن هي ما تنفعش إن إحنا نتعدها ونأكد كل واحد فينا نلتزم الخصوصية فيما يتعلق بهذه المجالات يبقى إيزا كل الإجراءات دي لابد إن إحنا نلتزمها وفي إجراءات تانية كمان ممكن نضفها كمان إلى هذا الأمر يبقى إحنا قلنا من الأول خالص يبقى كل أسبوع بنعبر عن إيه الحاجات اللي كانت مش مناسبة وكأنه تنفيس ولكن بنعملها إزاي يبقى بنقول ده بنعبر عن مشاعرنا ما بنلومش ولا بننتقد شريك الحياة الحاجة التانية كمان نعبر عن مشاعرنا الإيجابية ونعبر عن حبنا طول الوقت تالت حاجة نحاول نقوم بدور المستشار مع شريك حياتنا إذا طلب مننا النصيح وما نحاولش نستدرجه عشان نعرف أسرار لكن نعمل الكلام ده إذا إحنا عملنا الإجراءات دي بشكل واضح إحنا عنا نعيش المصارحة وعنا نعيش مع بعض بشكل في أبواب مفتوحة عشان ندخل منها النور بدل من أبواب تكون مغلقة وتنفضل في الظلمة المصارحة السراحة راحة بس لما تكون بالتزان تكون بعقل وتكون ببصيرة وتكون بهدوء هو ده اللي هيخلي الصراحة راحة مش الصراحة راحة لما تكون الصراحة افتضاح الصراحة لو افتضاح بتكون جرحة وتكون مؤزية ولذلك لازم الصراحة تكون في التزان ترجمة نانسي قنقر